اشتركوا في القناة على الدروس اللي احنا خلناها قبل كده ليه؟ عشان يبقى فيه حلقة وصل او يبقى فيه استكمال للمادة ما يبقاش فيه حاجة منها انسيناها لا احنا بنعمل حلقة وصل للمادة من الدروس الاولانية لحد الدرس اللي هنشتغل فيه النهاردة او هنشرحه النهاردة ليه بنعمل المراجعة بشكل سؤال واجابة علشان نبقى بنتدرب من دلوقتي على اسئلة الامتحان باشكال مختلفة او بنوعيات اسئلة مختلفة يعني هتلاقوا اسئلة صح وغلط هتلاقوا اسئلة تكلم باجازة هتلاقوا اسئلة التعريفات هتلاقوا اسئلة اكمل يبقى احنا اتدربنا على كل اشكال الاسئلة او اغلب اشكال الاسئلة بمعنى صح اللي بتيجي ايه بيجيني في الامتحان بتاع الدبلوم عشان ندخل ان شاء الله مستعدين للامتحان والاي شكل ايه من اشكال الاسئلة طبعا زي ما احنا متفقين ان احنا لازم نكون فاهمين المعلومة كويس جدا تكون عارفين المادة العلمية وفاهمينها علشان بناء على الفهم ده انا كطالب هقدر احل السؤال باي شكل من الاشكال اللي هاجيني في الامتحان ايا كان بقى شكل السؤال انا هعرف احله ليه عشان انا فاهم المعلومة زي ما اتفقنا مش بس بقى حافظ لا انا بقى حافظ بناء على فهم ايه المادة العلمية او ايه ايه المعلومة تعالوا نبتجي مع بعض في مراجعة على الدرس التابع السابق السين وجين زي ما لسه قالين ايه هو المقصود بالدعوة الجنائية هي ان انا بلاحق الجاني او بيتم ملاحقته واقامة الادلة على ان هو ارتكب الجريمة ويتم احالته الى المحاكمة اذا رأت سلطة التحقيق ذلك انا بشوف ان فيه شخص او فيه متهم او فيه جاني عمل جريمة من اول ما يتم التبليغ عنه بيتم ملاحقته وبيتم بحث عن الادلة بيتم البحث عن الادلة فين من طريق عن طريق مين سلطة التحقيق هي اللي بتبحث عن الادلة وبتكون بعملية الملاحقة بتاعته وبتكون بعملية التحقيق لقيت ان الشخص ده بالفعل متهم او مدام بتعمل ايه بتحيله الى المحكمة عشان يتم صدور قرار ضده او يتم صدور القانون ضده بالحبس او بالسجنة او اي ان كان ايه نص القانون اللي بينص ايه عليه الجريمة اللي هو عملها طب يكون بقى النائب العام بوظيفة النيابة العامة امام كل المحاكم اتفقنا في الدرس الاولاني اللي هو ايه مع عدم احكمة ايه النقد يصدر قرار تعيين النائب العام من مين بعد موافقة مجلس ايه ده سؤال فني السؤال هنا بيعتمد على فهمي للمعلومة مش ان انا حفظة معلومة بس بقوم ايه كتب الاجابة على طول لا انا هنا فهمة ان بيتم قرار تعيين النائب العام من مين طب بياخد القرار او بياخد الموافقة من مين الاول يبقى بيتم او بيصدر قرار تعيين النائب العام من رئيس الجمهورية بعد موافقة مين مجلس القضاء الاعلى طيب السؤال اللي بعدين توجد بكل محكمة ايه نيابة كلية في كل محكمة ابتدائية احنا اتفقنا على المعلومات الجمهورية اللي فاتت السؤال اللي بعدين بتخضع النيابة الكلية لإشراف المحامي العام لدى محكمة ايه التابعة لدائلتها بتخضع النيابة الكلية لإشراف المحامي العام لدى محكمة الاستقناف يبقى بتخضع ايه لإشراف المحامي العام في محكمة الاستقناف طيب توجد بكل محكمة ايه نيابة جزئية بتتبع النيابة الكلية اللي بتقع في دائرتها بتوجد في كل محكمة جزئية نيابة جزئية بتتبع النيابة الكلية اللي بتقع فين في دائرتها ليه مين بقى حق الرقابة والاشراف الاداري على النيابة العامة واعضاءها احنا فاكرين ان قولنا ايه قولنا اشرافه ايه اشرافه اداري ليه حق الرقابة والاشراف الاداري قولنا مين وزير العدل السؤال اللي بعده بتعتبر مين نائبة عن المجتمع وممثلة ليه؟ قلنا نيابة العامة قلنا معنا الكلام ده إيه؟ إن نيابة العامة هي بتكون ممثلة للشعب أنا كنيابة ولا مع المتهم ولا مع إيه؟ ولا مع اللي أقدم الشكوة أو اللي رفع القضية لا أنا كفرض محايد أنا بخدم المجتمع أو أنا ممثلة عن المجتمع طب يعني إيه ممثلة عن المجتمع زي ما قلنا؟ فقركوا تاني بالمعلومة أنا موجودة في المجتمع عشان إيه؟ عشان أحقق مع المتهم واقول ان كان فعلا متهم او لا خلاص طب لما انا بعمل كده ايه اللي بيحصل بقى مش هو قولنا بيتحل المحكم عشان يتم صدور القرار ضده او يتم صدور قانون ضده يبقى لما ده بيحصل مش بيكون عبرة الباية افراد المجتمع دي واحد لما بيحصل ده ايه اللي بيحصل بعد كده مش بحمي المجتمع من الفرد ده اللي هو المتهم او الشخص ده اللي بيعمل جناية او الشخص ده اللي بيأذي افراد المجتمع يبقى بالتالي أنا اسمي ممثلة عن أفراد المجتمع أنا اللي بحقق العدل والنظام داخل المجتمع كنيابة عامة بحققه إزاي؟ عن طريقة تحقيق مع المتهم في القضية اللي هي المقدمة ضده يبقى أنا ولا معداء ولا معداء أنا طرف محايد في القضية أنا مش معداء ولا معداء إنما أنا طرف عن أفراد المجتمع السؤال اللي بقى له نقط هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوة الجنائية ومباشرتها لحين صدور حكم نهائي فيها هي طبعا نيابة العامة هي اللي بتحرك الدعوة الجنائية وهي اللي بترفعها المين إلى المحكمة عشان يتم صدور حكم نهائي فيها طب تختصي مين بمباشرة التحقيق اللي ابتدائي سواء بقى بنفسها أو عن طريق من تنتدبه من مأموري الضبط القضائي في مواد الجنح والجنيات الإجابة مين؟ النيابة العامة يبقى النيابة العامة هي اللي بتكون مختصة بإيه؟ بمباشرة التحقيق اللي ابتدائي طب يترتب على تخلف عضو النيابة العامة عن حضور الجلسات الخاصة بالمحاكم بيترتب عليه إيه؟ إن الحكم اللي بتصدره المحكمة إيه؟ باطل لازم يكون عضو النيابة عامة حاضر في كل الجلسات وقلنا خصوصا قضايا إيه؟ الجنيات ما ينفعش يكون قضايا جنيات مش حاضر فيها عضو نيابة عامة عدم حضوره وصدور القرار يعتبر الحكم المحكمة هنا إيه؟ باطل في نظر القانون يتعين وجود ممثل لنيابة العامة زي ما لسه قيلين بقى في محاكم إيه؟ الجنائية ما ينفعش يكون قضايا جنائية بترفع أمام المحاكم الجنائية مش موجود فيها مين؟ مش موجود فيها عضو نيابة عامة لازم يكون موجود ممثل لمين؟ لنيابة العامة طب ما هي مميزات نيابة العامة؟ ممكن تجيل سؤال مقالية ممكن تجيل سؤال نقط هقول له وحدة نيابة العامة واستقلال نيابة العامة يعني إيه وحدة نيابة العامة؟ زي ما قلنا برضو كنا مشح في الدرس اللي فات قلنا نفس المعلومة في الدرس التاني وحدة يعني إيه؟ يعني كل أفراد نيابة العامة أو كل أعضاء نيابة العامة هم واحد وصدر القرار يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما بيجي يطلع القرار بقول ايه؟ القرارة هو طالع نوها هي اللي عملت القرار ده او نوها هي اللي طلعته الكلام ده طبعا غلط او يعتبر القرار باطل انما هنا بيطلع باسم مين؟ اعضاء نيابة العامة كلهم كلهم يعتبروا فرض واحد امام القرار يبقى اي قرار او اي شيء بيطلع من نيابة العامة بيطلع باسم نيابة العامة مش باسم فرض او مش باسم شخص من الاشخاص اللي باشه التحقيق طيب يبقى تاني حاجة استقلال النيابة العمى يعني ايه يعني هي مستقلة في عملها مش من حق القضاء ان هو يدخل في شغلي مش من حق القضاء يقول لي انت ليه قلت على ده ان هو متهم مش من حق القضاء يقولي ان انت هتدفعي غرامة عشان الشخص ده طلعه ايه مش متهم هشوفوه دلوقتي فقسلة صح وغلط يبقى انا مستقلة في عملي انا من حق ان انا ابشر التحقيق بطريقتي كنيابة عمى وبعد ما بشر التحقيق بقول ايه بصدر قراري وبيطلع بناءا على ايه بناءا على القرار ده الموضوع ايه للمحكمة للفصلي فيه او لصدور قرار طب وحدة النيابة بقى العامة بتتحقق فيه صورتين عدم التجزئة زي ما لسه قيلين ان ما فيش قرار بيطلع باسم واحد من الاعضاء اتنين التبعية التدريجية في النيابة العامة اللي هي تدرج اعضاء النيابة العامة من اول وزير العدل المين لاخر عضو من اعضاء النيابة العامة فيه طبعا تدرج وظيفي زي ما احنا عارفين كل ما كان وظيفي في ايه فيه تدرج فيه رؤساء وفيه مرؤوسين يبقى هنا فيه تدرج في ايه فيه اعضاء النيابة العامة طب ما هي التبعية التدريجية في النيابة العامة اللي انا لسه ايلاها وزير العدل وبعدين رئاسة النائب العام وبعدين رئاسة ما عدا النائب العام اللي هو الاقل او الايه الاقل درجة من النائب العام يبقى عندي وزير عدل بعد كده نائب عام بعد كده اللي أقل في الدرجة الوظيفية من 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 النائب العام طب سؤال بقى صح وغلط للقضاء الحق اللي احنا لسه كنا بنقوله للقضاء الحق في توجيه اللوم لأعضاء النيابة العامة لا لأن هنا نيابة العامة بتتمتع بإيه بالاستقلالية يجوز الرجوع على أعضاء النيابة العامة إنهم يدفعوا تعويض إذا ثبت إن الشخص ده مش متهم أو ما تمش إدانته برضو غلط تسألين مش بالحق إنه هو يرجع عليه لأن هنا النيابة العامة تتمتع بالاستقلالية طب بما تفسر بقى عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأمور الضبط القضائي ليه ما ينفعش أرد يعني أقدم طلب بإن أنا أقول إيه أنا مش عايز القاضي ده آه مش عايز القاضي ده ينفع ليه لأنه لو كان فيه مصالح بينه وبين أي حد من الأطرفين سواء المتهم أو المدعي لو كان فيه علاقات مثلا أسرية فيه علاقات تجارية قال قاضي ينفع إنما أعضاء النيابة ومأمور الضبط القضاء ينفع لا ليه لأنه هم هنا مش سلطة إيه مش سلطة حكم هم قرارهم هنا مش قرار مش حكم لا هو سلطة تحقيق يبقى القرار بتاعهم إيه ما بيتنفسش لا هو لسه بيطلع المحكمة والقاضي هنا هو اللي بيقول إيه إن الشخص ده مدن أو لا ممكن أنا كنيابة أقول إيه نوها متهمة طب لما نيجي نطلع المحكمة المحكمة تقول إيه لا نوها مش متهمة ليه ولا لقى الدليل كافي يقول إن أنا متهمة ولا فيه شهود قالوا إن أنا متهمة ولا حاجة قالت إن أنا متهمة في الحالة دي إيه قرار النيابة تنفذ لا قرار مأمور الضبط القضاء يتنفذ لا يبقى ليه هم هنا جهت تحقيق مش جهت إصدار قرار أو إصدار حكم يبقى ما ينفعش يتم ردهم أو أقول إن هم مش هيكملوا القضية أو مش هيكملوا إيه التحقيق طيب ما هي القيود اللي بترد على تحريك النيابة العامة للدعوة الجنائية الشكوى والطلب والإذن وممكن تجي لي برضو في سكل إيه سؤال أكمل يتم انقضاء الحق في الشكوى بإيه عندي ثلاث حاجات الوفاء والتنازل ومضي المدة يعني عدة المدة المعينة اللي بناء عليها أنا من حق إن أنا أقدم شكوى يبقى إما أنا توفيت أنا هش شخص اللي ليه وتم توافيت يعني تمدت خلاص أو إن أنا تنازلت خلاص أو إن أنا إيه مضت المدة أو عدى الوقت اللي أنا من حقي خلاله إن أنا أقدم شكوى أقول إن تم الاعتداء علي أو إن أنا إيه أو إن حصل لي ضرر طيب السؤال اللي بعدين في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من مين من مجلس القضاء الأعلى طبعاً صح في غير حالات التلبس تكرني عبد الواسر في حالة التلبس مش شرط إن أخذ إذن من مين من مجلس القضاء الأعلى يجوز بقى في غير حالات التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراءات ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس لا طبعاً لا يجوز ليه؟ لأنه في غير حالات التلبس يعني ما كانش في حالة التلبس بالجريمة يعني أنا ممسكتش عضو مجلس الشعب ده وهو بيعمل الجريمة أو كان في موقع الجريمة أو كان في مكان الجريمة زي ما قلنا مرة اللي فاتت يجوز لرئيس المحكمة حفاظاً على ضبط الجلسة وإدارتها إن هو يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يتمثل حكمة المحكمة أو حكم هنا القاضي على فور بحبسه قد إيه أو تغريمه قد إيه وقلنا إن ما ينفعش يتم استقناف حكم القاضي هنا 24 ساعة أو تغريمه كام 10 جنيه الأصل هو إن يتم إنقضاء الدعوة الجنئية بصدور إيه هنيجي نقرأ الجملة اللي بعديها هتفاهمني هنا بصدور إيه وفيها استنفس كافة طرق الطعن قلنا لإستنفس كل طرق الطعن اسمه إيه اسمه حكم بات عشان كده أنا بأكد لكم مليون مر إن أنا أكون فاهم المعلومة أول ما لقيته نص التاني من السؤال بيقوله استنفس كل طرق الطعن أنا فهمت على طول إنه هو بيتكلم عن إيه عن الحكم البات السؤال اللي بعده ما هي شروط صحة الحكم البات إن يكون الحكم بات وده إحنا لسه قيدينه إنه هو استنفس كل طرق الطعن ومنها الطعن بالنقض اتنين إنه يكون الحكم فصل في موضوع الدعوة سواء إن الشخص ده متهم أو الشخص ده بريد تلاتة إنه هو يكون حكم طبعا قضائي قضائي يعني إيه يعني صدر من جهة قضائية في محاكمة قضائية عادلة خدت كل الإجراءات وبقت اعتبر إيه محاكمة قضائية داخل إيه داخل قاعات أو داخل إيه داخل إيه قاعات المحاكمة يتوقف وجود الدعوة المدنية على عناصر ثلاثة إذكرها بإيجاز أول حاجة سبب الدعوة المدنية وقلنا عليها المرة اللي فاتت قلنا إنه ما ينفعش أنا أرفع دعوة مدنية أطلب تعويد إلا لو كان حصل لي إيه درر الدرر ده نتيجة فعل أو يعتبر نتيجة جناية والفعل اللي حصل ده ترتب عليه حصول ضرر ليا وبناء أنا على الدرر ده أنا برفع إيه دعوة مدنية بطالب بإيه تعويد مادي اللي هو الفلوس عشان جدا ده اسمه إيه ده اسمه دعوة مدنية عشان إحنا قلنا مرة اللي فاتت إنه إحنا فيه عندنا إيه شق مدني في القضية وفيه شق جنائي الشق الجنائي اللي هو الفعل اللي بيترتب عليه إن أنا مثلا بتحبس بتسجن بيتم إعدامي ده شق جنائي بيتطبق عليه القانون أما المدني أنا بطالب بتعويد نتيجة الفعل ده اللي حصل لي ترتب عليه إيه درر ليا طب اتنين موضوع الدعوة المدنية زي ما لسه قالين إيه أنا برفع الدعوة المدنية ليه عشان أبطالب بتعويد مادي اللي هي الفلوس تلاتة الخصوم وهم المدعي المدني والمسؤول عن الحق المدني والمتهم طب إيه هي بقى أنواع الضرر فيه ضرر مادي اللي هو الضرر اللي بيمستني أنا شخصيا أنا تم الاعتداء علي حصل لي عاها مستديمة أيا كان اللي حصل لي المهم إيه مستني أنا جسمانيا أو مستني أنا شخصيا يبقى اسمه إيه ضرر مادي طب يعني إيه ضرر أدبي حد شتمني حد اعتدى على شرفي على شرف أي حد من أفراد العائلة بتاعتي عن طريق السب والقصف يبقى اسمه إيه ضرر أدبي بقى في الحالة دي أنا برضو برفع قضية بطلب إيه تعويد مادي نتيجة حصول ضرر إيه أدبي طيب هنجي بعد كده بقى ما هو موضوع الدعوة الجنائية هو طلب توقيع زي ما لست شرحها هو دلوقتي إن بطلب توقيع عقوبة على الفعل أو التصرف اللي بيكون مكون لإيه للجريمة طب إيه هو موضوع الدعوة المدنية هو إني بطلب مبلغ من المأموال اللي هو فلوس أو نقود بيكون تعويد عن الضرر اللي حصل لي واللي تسبب فيه مين الجريمة اللي حصلت واللي تسببني فيه الشخص اللي هو ضرني أو اللي أزاني أو اللي اعتدأ إيه علي طب بياخد بقى التعويد في الدعوة المدنية كذا صورة إذكرها بإيجاز ده ممكن يكون سؤال مقالي مثلاً هقوله أول حاجة الرد في سورة أداء مبلغ من النقود إن أنا بقوله ردلي الفلوس اللي انت خدتها ردلي الأشياء اللي انت اعتدت علي وسأخدتها مني يبقى أول حاجة الرد في سورة أداء مبلغ من النقود اللي هو التعويد أثنين بقوله ردلي الحاجة اللي انت سرقتها مني أنا حصلت لي مثلاً جنحة سرقة خلاص محن بتفقين السرقة اسمها جنحة ناخد بقىنا من الأفواظ القانونية دي عشان يبقى فاهمين الكلام القانون هنا بيقول لي إيه الجنحة اسمها سرقة طب أنا حصلت لي جنحة سرقة يبقى بناء على الجنحة دي إيه اللي بيحصل أنا برفع قضية ممكن يكون من الحكم بتاعها إيه تعويد طب التعويد بقى اللي هو شكله إيه هنا بيردلي الأشياء اللي هو إيه اللي هو سرقها مني يبقى بيردهالي وممكن كما نطلب تعويد عليها إنما هنا الشكل التاني إيه إن يتم رد الأشياء اللي تم اختلاصها أو تم إيه سرقتها السؤال اللي بعده الثلاثة دفع المصاريف القضائية إنه بيدفع المصاريف القضائية بتاعة القضية ده برضو من أشكال رد إيه من أشكال رد التعويد أربعة بيتم نشر الحكم في الصحف أو تعاليه في أماكن عامة وده بيكون على نفقة المحكوم عليه اللي هو مين الشخص المتهم اللي هو الشخص اللي اعتدى عليها اللي أنا رفعت عليه قضية اللي أنا عايزة أطلب منه تعويد بينشر الحكم أو بيتم تعلقه في أماكن عامة وبيكون على نفقة مين المحكوم عليه ده برضو يعتبر من أشكال إيه التعويد طيب من هم الخصوم في الدعوة المدنية التابعة ممكن يجيني سؤال أكمل هقول للمدعي المدني والمدعي عليه يبقى الخصوم في الدعوة المدنية التابعة المدعي المدني اللي هو اللي بيطلب التعويد والمدعع اللي بيرفع ضده القضية أو اللي بناخد منه التعويض طب ما هي الحكمة من منح المشرع للمضرور حق رفع دعواه المدنية أمام المحاكم الجنائية عشان يكون فيه سرعة في الفصل في الدعوة يعني القضية بيتم الفصل فيها بشكل سريع تاني حاجة عدم تعطيل أو تجنب تعطيل أو تضرب الأحكام فين في المحاكم إن هنا المحكمة المدنية تصدر قرار والمحكمة الجنائية تصدر قرار هيقى فيه تضرب فين في القرارين إنما هنا عشان ما عطلش القضاء أو هيقات القضاء وعشان ما قاش فيه تضرب في الأحكام برفع القضية أمام مين أمام نفس المحكمة الجنائية التنازل عن الدعوة المدنية إما أن يكون تنازل حقيقي وإما أن يكون تنازل حكمي يعني أنا بتنازل بشكل حقيقي عن حقي في الدعوة المدنية أو بتنازل بشكل حكمي بيتفهم منه أن أنا بتنازل طيب ايه هي أسباب انقضاء الدعوة المدنية يأمى المنتوفي هو اللي بيتم وفاته أو بيموت بالدين المدني اللي هو المتهم اتنين بتنازل المتدعي بالحق المدني صراحة عن حقه انا هل رفعي القضية او اللي بطلب التعاويد تنازلت ثلاثة تقادم الحق المدني أنه بعد الوقت اللي أنا من حق ارفع في القضية واطلب تعاويد يبقى اسمه تقادم الحق المدني اربعة بتنقض الدعوة المدنية بصدور حكم بات طب عرف الاستدلالات هو جمع المعلومات عن الجريمة ومرتكبها عشان يتم إيه السبيل أمام سلطة التحقيق اللي هي النيابة وهي بتجمع الأدلة بتاعتها وبتفحصها وبتصند الجريمة المين إلى المتهم طب الاشراب بقى والرئاسة على الضبطية القضائية بتكون لمن بتكون لنيابة العامة زي ما قولنا قبل كده طب ايه هي معايير تحديد اختصاص مأموري الضبط القضائي اختصاص نوعي بيعتمد على الجريمة اللي بيبشرها أو بيبشر استدلالاته عليها وفي اختصاص مكاني أو إقليمي اللي انا بقوله ايه انت حدودك مأمور ضبط قضائي المكان ده انت ده حدودك ما ينفعش تبشر اختصاصاتك على مكان تاني لا انت ده حدودك المكانية او ده حدودك اللي بتبشر عليها سلطتك ما ينفعش تبشره على مكان ايه تاني ليس لمين أن يقبض على المتهم ولو كانت الجريمة في حال التلبس مرؤوسي مأموري الضبط القضائي إنما هم بيسلمون مين إلى أقرب واحد من أفراد مين السلطة العامة طب يمارس مين سلطة الإشراف على أعمال مأموري الضبط القضائي بواسطة أعضاء النيابة العامة في كل دائرة اختصاص هو النائب العام سلطة النائب العامة على مأموري الضبط القضائي بقى اتفقنا أنها سلطة إدارية وليست سلطة وظيفية لا احنا قلنا أنها سلطة وظيفية وليست سلطة إدارية طب لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات إن هم يستعينوا بالأطباء طبعا والخبراء اللي هم ليهم خبرة طبعا وبيطلبوا منهم رأيهم الرأي ده بيكون إيه يا إما شفاهة يا إما في شكل إيه قرار مكتوب إيه اللي هو كتابة طب الشكوى بتكون لمين أو من مين من الجريمة بتكون للمجني عليه هو اللي بيقدم الشكوى أو المضرور من الجريمة الاستجواب الذي يتضمن أسئلة تفصيلية وإجراء مواجهة بين المتهم وبين الشهود قلنا ده من أعمال التحقيق اللي هي النيابة إنما ما ينفعش يعملوا مأمور إيه الضبط القضائي طب تصرف النيابة العامة في ضوء الاستدلالات بيتخذ ثلاث صور إيه هم رفع الدعوة وإن هم بيقوموا بإجراء التحقيق وبيحفظوا الأوراق قلنا إذا ما لقوا إن ما فيش داعي لإيه لإقامة الدعوة طب الدعوة بقى في المخالفات والجنح بترفع بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام مين أمام المحكمة الجزئية إذا رأت نيابة العامة إنه ما فيش محل لسير الدعوة زي ما لسه أيديني يبقى على طول قلنا هتؤمر بإيه بحفظ الأوراق إنما مش بأنلى وجه لإقامة الدعوة لا هو ممكن يكون فيه وجه لإقامة الدعوة إنما ما لقيتش محل أو ما لقيتش سبب للسير في إيه في الدعوة إذا أصدرت نيابة العامة أمر بحفظ الورق بقى واجب عليها أن تعلنوا إلى مين وإلى المتدعي بالحقوق مين بتعلنوا طبعاً للمجنع عليه اللي هو الشخص اللي ترفعت ضده إيه هذه الشكوى وإلى المتدعي بالحقوق إيه المدنية اللي هو بيطالب إيه بحق مدني اللي هو بيطالب بالتعويد طب الأمر بحفظ الأوراق إجراء إيه بتجريه النيابة العامة باعتبارها سلطة استدلال وليها أنها تشرف على أعمال مأمورية ضبط القضائي هنا إجراء إداري بتجريه النيابة العامة لأنها لها سلطة إيه الاستدلال والإشراف طب الأصل أن يكون أمر الحفظ إيه وممكن يكون إيه إذا كانت تصرف النيابة بيفيد هذا المعنى الأصل أنه هو يكون أمر الحفظ صريح ولكن إذا النيابة العامة هنا تصرفوا التصرف اتفهم منه أنها أمرت بحفظ الأوراق يبقى هنا التصرف يعتبر إيه ضمنيا أو بديهيا اتفهم منه أن هي إيه حفظت الأوراق طب إيه بقى أسباب الأمر بالحفظ ممكن تكون أسباب قانونية ممكن تكون موضوعية وممكن تكون بترجع إلى اعتبارات ملائمة المحولة لنيابة العامة طب تعالوا نقول بقى إيه هي أسباب القانون الأسباب القانونية لأمر الحفظ عدم انطباق الفعل على نص تجريم ممكن يجي لي أكمل يقول لي أذكر مثلا أربعة من الأسباب القانونية لأمر الحفظ هقول له عدم انطباق الفعل على نص تجريم يعني ما فيش نص قانوني بيقول إن الفعل ده بيجرمه القانون أو توفر سبب من أسباب الإباحة أو وجود مانع بيمنع من المسئولية أو بيمنع من العقاب أو بتنقذ الدعوة بالتقادم أو إن سبق الفصل في الدعوة دي طيب يقول لي إيه الأسباب بقى الموضوعية لأمر الحفظ هقول له هي عدم كفاية الأدلة ومعرفة الفعل طيب إيه الأسباب بقى؟ لهي أسباب الأمر بحفظ بإهل الاعتبارات الملائمة اللي بتكون محاولة للنيابة العامة هقول له لإن ما فيش أهمية لتصالح الجاني مع المجنة عليه بقى خلاص ده أمر بيأجي إلى حفظ الأوراق أو لبساطة الضرر عرف التلبس هو تكون الجريمة متلبس بها في حالة ارتكابها أو بعد ارتكابها بوقت قليل أنا لقيت إن المتهم واقف في المكان ده يبقى أسماء حال التلبس يبقى أنا سواء أبط عليه كسلطة أنا أبط عليه وهو بيعمل الجريمة أو بعد وقته معين وكان فيه أدلة أو شهود بتقول إنه هو إيه اللي عمل الجريمة طب إيه هي حالات التلبس؟ ممكن يجلي سؤال في الامتحان يقول لي عرفوا التلبس سمو أسكر حالاته هقول له أول حاجة مشاهدة الجريمة حال ارتكابها وقت ارتكابها اتنين مشاهدة الجريمة بعقب ارتكابها ببرها يسيرة يعني بعد وقت قليل من ارتكابها أو تتبع الجاني أثر وقوع الجريمة إن تم تتبعه يعني أنا مشيت وراه من ساعة ما عمل الجريمة لحد ما راح مكان تاني تتبعته ولقيت إن عليه أصار الجريمة أو أصار فعل الجريمة دي يبقى بنا أنا على التتبع ده أنا عرفت إيه إن دي كانت حال التلبس أو إن هو إيه الجاني في الفعل طيب أربعة وجود مرتكب الجريمة بعد وقوعها بإيه بوقت قريب ومعه شيء معه معه سكينة معه لحدة معه مثلا مسدس أو أي شيء بيدل على إنه هو الفاعل أو الشريك في الجريمة خمسة وجود مرتكب الجريمة بعد وقوعها بإيه بوقت قليل أو بوقت قريب وكان عليه أصار أو علامات بتفيد إنه هو الفاعل أو الشريك في إيه في الجريمة إن دي تعريفه إيه هو تكليف المندوب بالقيام بعمل من أعمال التي تدخل في سلطة من ندبه فهو بمثابة تفويد أنا مختصة بشيء معين أنا كنيابة هو مختصة بشيء معين بجيب مأمور دبط قضاء يقوله طب أنا هطلع لك قرار الندب هقولك أنت مفوض عني إن أنت تعمل حاجات معينة بقوله أنا بحدد لك واحد من ثلاثة هل من حقه يعمل أربعة خمسة؟ لا طبعاً ليه لأن أنا هنا طلعت قرار الندب وحددت إيه اللي هو من حقه إن هو يعمله لو عمل أكتر منه يبقى قرار الندب يعتبر إيه؟ قرار باطل أو الأفعال اللي هو عملها زيادة عن المحددة في قرار الندب تعتبر إيه؟ أعمال باطلة طيب تعالوا بقى نتكلم عن الدرس الجديد بتاعنا النهاردة سلطة مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم إيه يا سلطته؟ تعريف القبض هو إن أنا بسلب حريتي مش أنا دلوقتي حرة أنا أقدر أخرج أقدر روح المكان اللي أنا عايزاه أقدر أمشي أروح أجي أعمل أي فعل أنا عايزة براحتي إنما لو اتقبض علي يبقى في الحالة دي إيه؟ اتسلبت حريتي يبقى امتنى علي إن أنا أتحرك أروح أي مكان أروح في أي حتة أنا عايزاها أنا إيه؟ اتسلبت حريتي يبقى إيه؟ امتنى عني إن أنا إيه أتحرك في أي مكان يبقى القبض هو سلب حرية الشخص بإيداعه في مكان طبعا للحجز عشان يتم منعه من الفرار أو من الهروب عشان ده يعتبر إيه؟ تمهيد عشان يتم سماع أقواله فيما له منصوب إليه أو كمان يكون تمهيد عشان إيه؟ عشان أوجهه بالشهود اللي هم شهود الإثبات ما احنا عارفين إنه فيه إيه؟ شهود إثبات وشهود نفي شهود الإثبات اللي بيقولوا إيه؟ إنه نوه عملت الجريمة طب شهود النفي بيقولوا إيه؟ لأ نوه ما عملتش إحنا ما شفناش مش دي نوه اللي كان بتعمل الجريمة يبقى في الحالة دي إيه؟ عشان يتم مواجهتي بشهود الإثبات ويتم استجوابي ويتم المواجهة ويتم التحقيق معايا ويتم مواجهتي باللي منصوب إليه أو اللي متقدم ضدي يبقى كل ده بيحصل إمتى لما يتم سلب حرياتي اللي هو اسمه إيه القبض طيب تغتصي بيه بقى مين سلطة التحقيق ولا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من مين من السلطة اللي يكون مختصة ده قانونا هنا فيه سلطة هي الوحيدة اللي مختصة أنها تقول أن يتم القبض على أي شخص ولا يجوز طبعا ولا إزاءه بدنيا ولا يتم إزاءه معنويا وبيحذر على مأمور السجن أنه هو يقبل أي شخص لا لازم يكون فيه حكم محكمة جيله مكتوب فيه بياناته مكتوب فيه كل شيء عن الشخص اللي داخلي ده تمام عشان أقدر أعرف كمأمور السجن أنت مين وإيه الفعل اللي عمله وإيه نص القانون اللي بيقول إن الفعل ده اتطبق عليه القانون وإيه هو الحكم بتاع المحكمة بناءًا على الحكم ده أنا بقدر كمأمور السجن استقبل إيه المتهم ده فين في السجن طب القبضة اللي يُعطى لمأمور الضبط القضائي يعطى الحق لمأمور الضبط القضائي على المتهم في حالة التلبس ويتعين عليه أنه هو ينفذ القبض في حالة ندبه من المحقق للقيام A-B طب شروط القبض بقى ممكن يجيلي السؤال في الامتحان يقول لي عرف القبض ثم أذكر شروطه هقول له إيه شروطه أن تكون الجريمة في إحدى حالات التلبس ما هو أنا ما يفعش أجيب واحد في الشارع إلي لو كان فيه ضبطية قضائية وجيليها حالات معينة إلي ما يفعش أجيب واحد في الشارع أقول له إيه تعالى أنت متهم بجريمة قتل هقبض عليك هيقول لي طب هو أنت شايف معايا حاجة طب هو أنا دلوقتي في مكان عملتي فيه جريمة هو أنا قتلت حد هو أنا سرقت لا يبقى لازم يكون في حالة إيه تلبس بالجريمة وعرفنا من شوية عن إيه تلبس يبقى أول حاجة من حاجات شروط القبض إيه لازم يكون في حالة إيه تلبس أن تكون الجريمة جناية أو جنحة بتزيد العقوبة اللي بيكون مقررة عنها في القانون على إيه على الحبس مدة ثلاث شهور طيب تلاتة أن يكون المتهم موجود في محل الواقعة زي ما لسه قايلين هنا مش يجيب واحد في الشارع يقول له أنت عملت جريمة ويمكن تنفيذ القبض عليه فورا يعني أنا أكون موجودة في محل الجريمة الشقة اللي أنا سرقتها أنا موجودة فيها المكان اللي أنا قتلت فيه أنا موجودة فيه يبقى لازم أكون موجودة فين؟ في محل الجريمة ويجوز أن يتم القبض علي إيه بشكل فوري أربعة وجود دليل كافي أو أدلة كافية بتقول أن أنا متهمة في الجريمة طيب تقدير بقى أن الأدلة دي كافية ولا مش كافية بيقدرها مين؟ مأمور الضبط القضاء لأنه هو اللي راح يقبض عليه طيب تحت الرقابة مين بقى؟ سلطة التحقيق ومحكمة الموضوع وهنا مش كمأمور ضبط القضاء من نفسي كده بقول أن فيه أدلة اتهام أو فيه أدلة بتقول أن أنا عملت الجريمة لا أنا بخضع لي مين لرقابة سلطة التحقيق اللي هي نيابة وبخضع لي مين لسلطة محكمة الموضوع هم اللي بينظروا معايا وهم اللي بيأكدوا لي أو بيوافقوا على أن بالفعل الأدلة دي كافية على اتهام الشخص ده وإلقاء القبض إيه عليه طيب لو المحكمة بقى قالت أن ما فيش هنا طوافر لحالة التلبس أو أن ده الدلائل هنا مش كافية عشان تقول أن الشخص ده عملت جريمة أو هنا كانت الجنحة بيعاقب عليها بالغرامة أو الحبس اللي تعتبر أقل من ثلاث شهور هنا القبض يعتبر باطل وبيهضر الدليل الذي يأتي به هنا المحكمة لقيت أن ما فيش دليل كافية لقيت أن الشخص ما كانش في حالة التلبس لقيت أن الجناية اللي هو عملها أو الجنحة ما بيعاقبش عليها بأكتر من ثلاث شهور لا أقل من ثلاث شهور يبقى هنا يعتبر إيه الدليل اللي إحنا لقناه يهضر يعني يعدم كأن لم يكن ويعتبر قرار إيه الحبس هنا أو القبض إيه باطل طب إذا كانت بقى الجريمة المتلبس بها بيتوقف رفع الدعوة عنها على تقديم الشكوى وبياخد حكمها الطلب والإذن هنا ما ينفعش القبض على المتهم إلا إذا قدمت أصلا شكوى ويجوز تقديمها لمن يكون حاضر من رجال السلطة العامة هنا الجريمة اللي مسكوني أنا متلبسة بيها ما ينفعش يتم القبض علي إلا إذا إيه اتقدم ددي شكوى طب لو ما تقدمش ددي شكوى ما ينفعش يقبض علي يبقى لازم يكون إيه في شكوى مقدمة ددي من اللي بيقدمها رجل من رجال السلطة إيه العامة طيب عندي مثال بقى لو كان المجني عليه في جرائم القصف اللي هو السب والقصف اللي قلنا عليه من شوية موظفا عاما أو من في حكمه وكانت ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة بتاعته دي يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها اللي هي في الشكوى دي دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن ليه؟ لأن المشكلة هنا أو الجريمة إيه؟ جريمة سبو وقصف من مين؟ من موظف عام يبقى بيتخذ ضده الإجراءات من غير ما قدم طلب أو من غير ما قدم شكوى أو من غير إذن ليه؟ لأن هنا اللي عملها مين؟ موظف عام وعمل إيه؟ جريمة سبو وقصف الأمر بالضبط والإحضار بقى إذا لم يكن المتهم حاضر جاز إن مأمور الضبط القضاء إن هو يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر يبقى المتهم هو مش حاضر بس أنا كمسلطة المأمور الضبط القضاء عرفتي مين المتهم؟ بطلع حاجة اسمها أمر ضبطه وإحضار بأمر إن المتهم ده يجيلي عشان يتم التحقيق معه ويتم حجزه على سبيل التحقيق عشان يتم زي ما قلنا التحقيق ويتم مواجهته بالشهود سواء إثبات أو ناف يتم التحقيق معاه يتم مضاهات البصامات مثلا بيتم عمل كل إجراءات التحقيق معاه عن طريق إيه؟ إذا ما كانش حاضر عن طريق الضبط والإحضار مين اللي بيطلعه؟ مأمور الضبط القضاء طيب الأمر بقى بالضبط والإحضار بينفز جبرا وبيعتبر قبض على المتهم ما أنا مش بطلع أمر الضبط والإحضار وبعكد أقول رمشي لا أنا بطلع الضبط والإحضار ليه؟ عشان أنا لقيت أدلة قوية بتقول إنه هو متهم يبقى بناء على الأدلة دي أنا بطلع عمر ضبطه وإحضار يبقى هو يعتبر إيه؟ دمنيا أو بيتفهم منه إنه هو إيه؟ أو يعتبر إيه؟ قبض على المتهم لأن أنا لقيت دليل وبناء على الدليل ده قلتلك إيه؟ تعالى أنت هيتم ضبطك وإحضارك عشان يتم التحقيق معاك طب يتعين بقى على المأمور إنه هو يسمع أقوال المتهم فإن لم يأتي بما يبرقه يرسله في مدة 24 ساعة إلى نيابة المختصة أنا كمأمور زي ما قلنا أنا مش بحقق معاك لا أنا بس تجوبك بسمع بس أقوالك المواجهة دي قلنا برضو في التحقيق ببتجي بس إن أنا أسألك في الشيء اللي منصب إليك أو اللي تقدم ضدك إيه؟ اللي تقدم الشكوى ضدك بقولك هل أنت عملته ولا لا؟ طب أنا كمتهمة هو نوها كمتهم ما قدمتش دليل يقول إن أنا ما عملتش الجريمة ما قدمتش حاجة تقول إن أنا بريئة يبقى في الحالة دي إيه؟ خلال 24 ساعة لازم يتم إرسالي المين إلى نيابة العامة عشان يتم التحقيق إيه؟ معايا يزل أمر الضبط والإحضار نافذ لمدة 6 شهور من تاريخ صدوره وإلا بيتم إيه؟ تجديده طب الأمر بقى والضبط والإحضار والإجراءات التحفزية المعطالة مأمور الضبط القضائي بتنفس بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجل من رجال السلطة العامة يبقى أمر بالضبط والإحضار والإجراءات طبعا اللي بتترتب عليه أو اللي هي بناءة عليه بتطلع بتكون معطال مين؟ لمأمور الضبط القضائي وبتنفس بواحد من مين؟ عن طريق المحضر اللي هو بيروح له بيروح للمتهمة هو بيته بيقول أنا معايا أمر بالضبط والإحضار بتاعك يبقى بيروح له عن طريق مين؟ محضر وبيتم التنفيذ عن طريق مين؟ رجل من رجال السلطة العامة هنيجي بقى للقبض والاستيقاف عرفت محكمة النقد هنا الاستيقاف بأنه إجراء بيكون به رجال السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم الجرائم وكشف المرتكبين ويصغها اشتباه تبرره الظروف اللي هو لسه إيه لعليه من شوية اللي هو إيه؟ فيه دبطية قضائية اللي هو إن أنا بستوقف الشخص لو كان مشتبه أو لو كان موجود في مكان الجريمة أو كان فيه عليه بعض الأثار اللي تقولي اللي ممكن يكون هو المتهم إذا في الحالة دي إيه؟ أنا كسلطة عامة من حق إن أنا أوقفه من حق إن أنا أتحرى عن الشخص ده من حق إن أنا أشوف إيه اللي حاجات المعاء أو الأدلة اللي معاه اللي بتخليني ممكن أوقفه ويتم تفتيشه أو يتم استجوابه أو يتم سؤاله عن إيه؟ عن شيء معين إذا لقيت إن الشخص ده متهم أو لقيت إن الشخص ده في أدلة بتقول إن هو عمل الجريمة بتعمل إيه؟ على طول بيتم القبض عليه وبيرسل إيه؟ إلى أقرب مكان فيه سلطة العامة وبيتم القبض عليه عشان يتم إيه؟ استجوابه ومواجهته ويتم استيقافه أو بيتم حجزه لحد ما نعرف إن كان فعلا هو متهم أو لا طيب هو بقى أمر مباح لأي رجل من رجال السلطة العامة أنا كراجل سلطة عامة من حق إن أنا أعمل كده إذا الشخص ما وضعش نفسه طواعية يعني بمزاجه أو هو أنا طلبت منك إن أنت تقف وفتشك فأنت وقفت بمزاجك وباختيارك في موضع الريب والظن يعني أنت حطيت نفسك أنا هو حطيت نفسي في موضع كان موضع إيه؟ موضع شك أنا تشك فيه لبسي بيقول لأنا ممكن أكون عملت لسه جريمة لبسي مثلا على طراب أنت ممكن تكون لسه عاملة جريمة فيه دم يبقى أنا ممكن أكون لسه عاملة جريمة معي مثلا حبل يبقى شكلي بيقول إيه؟ أنا ممكن أكون لسه عاملة جريمة سرقة جنحة سرقة يبقى في الحالة دي إيه؟ لازم أنا كسلطة عامة لو لقيت إن فيه شخص عمل عامل أي شيء أو فيه عليه أي قصار أو فيه عليه علامات بتقولي إن رقص توقفه ويتم تفتيشه أو يتم مساءلته عن الشكل العام أو الهيئة العامة أو لو كان شخص مشتبه فيه لازم إن أنا أقف هنا لو كان فيه أي حاجة بتقول إيه؟ إن شكلي بيدل على إن أنا عملت جريمة أو عاملة جنحة طيب هنيجي بقى لذكرت محكمة النقد في العديد من أحكامها إلى إن الاستيقاف مشروط بقالة تتضمن إجراءاته تعرض مجل المتحري عنه أنا هنا ما بتعرض لكش مديا أنا هنا مش بأزيك مديا إنما بيتم استيقافه وتفتيشه وبيتم إيه؟ سؤاله عن إيه؟ عن أي شيء معين هو حط نفسه فيه في موضع ريبة يمكن أن يكون فيه مساس بحريات الشخصية أنا ولا بعتدي عليك ولا بعتدي على حريتك الشخصية ولا بعتدي عليك أي اعتداء مدي لا أنا هنا بفتشك بلا إن أنت فيه موضع ريبة يعني فيه موضع شك فأنا ببتدي أفتشك ببتدي أسألك ببتدي أشوف إيه اللي معاك لو أنت في موضع إيه؟ موضع يتفهم منه أنت ممكن تكون عامل جريمة يبقى أنا هنا مش بعتدي عليك ولا بقاية حريتك الشخصية يعني ما بقبطش عليك إلا إذا كان في دليل يقول أنه من الفعل ممكن تكون عامل جريمة طب ظهور حال التلبس أثر استيقاف مشروعة أنا بوقفه استيقاف مشروع بيبرر لمأمور الضبط القضاء هنا أنه هو يقبض على المتهم ولا يطعن على صحة التلبس قولا بأنه نتيجة لتدخل رجل الضبط يبقى هنا في حالة استيقاف مشروعة أنا وقفته بشكل مشروع أنا وقفته بشكل قانوني أنا من حق أن أنا وقفت وبالتالي أنا فتشتك سألتك لقيت معاك شيء بيدل على أن أنت عامل جريمة يبقى هنا أنا بعمل إيه كمأمور الضبط قضائي بقبض عليه أو بسلمه الأقرب واحد من إيه من أشخاص السلطة العامة يبقى هنا هل يعتبر قراري ده يتم التعني فيه أو يتقال إن هو قرار غلط لا قرار القبض هنا صريح إن هو بالفعل أنا هنا استوقفته استيقاف مشروع وكان في حاجة معاه أو في دليل أو في أي حاجة بتقول إن الشخص ده بالفعل في موقع عريبة أو شك أو كان شخص من الإيه من المشتبه فيهم بالفعل في عمل إيه جريمة إذا لم تتوفر بقى الظروف والمصوغات التي تجعل الشخص في موضع مريب يعني في موضع شك في موضع يتفهم منه أنه عامل جريمة هنا استقافه يعتبر أمر غير مشروع أنا ماشي في الشارع أنا عادي جدا أنا هو ماشي في الشارع شكلي ما بيقولش إن أنا عاملة جريمة تمام؟ يبقى في الحالة دي لو أنت كمأمور ضبط قضائي أو كوصلت عما وقفتني واتهمتني بجريمة هقولك لا أمر القبض هنا إيه باطل ليه؟ لأن أساسا أمر الاستقاف كان غير مشروع لأن أنا مفيش عندي أي علامة تقولي أن أنا عاملة جريمة مفيش أي شيء يقليني في موضع عريبة أو شك أو مفيش شيء تقولي أن أنا إيه أن أنا ممكن أكون عاملة جريمة تمام؟ يبقى هنا أمر القبض هنا إيه أو يعتبر الأمر هنا إيه غير مشروع طب إذا ظهرت بقى حالة تلبس نتيجة لهذا الاستقاف فإن التلبس مش بيكون ثابت بطريق مشروع لأن المبدأ إيه؟ إن تم الاستقاف بطريق غير مشروع طب لو لقينا بقى حالة تلبس هتعتبر غير مشروع ليه؟ لأن الإجراء من الأول كان غلط بطريق غير مشروع والإجراءات اللي تتخذ تبعا لذلك بتعد باطلة ما هو إحنا بدأنا الإجراء بإيه؟ باستقاف غير مشروع يبقى لما نيجي نقبض عليك أو نلاقيك في حالة تلبس هيبقى القبض هنا غير مشروع ليه؟ عشان الإجراء اللي بدأنا به أصلا كان إجراء باطل يبقى أنا بدأت بإجراء باطل يبقى كل اللي بيترطب عليه إيه؟ يعتبر باطل القبض والتعرض المادي أي جنحة بيعاقب عليها بالحبس لمدة بتزيد على ثلاث أشهر أن يسلمه إلى مين؟ إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة عشان قولنا من شوية أن لو كان أي جنحة أو جريمة عملها بيعاقب عليها بأقل من ثلاث شهور هنا مش بيتم القبض عليه إنما هنا يتم القبض عليه إمتى؟ لو كان عامل جنحة بيعاقب عليها القانون بإيه؟ بالحبس مدة أكتر من ثلاثة أشهر لازم يسلمه الأقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر ضبطه أنا هنا مش محتاجة أن أطلع أمر ضبط أو مش محتاجة أطلع أمر قبض ليه؟ لأن أنا بالفعل لقيت أن الشخص ده عامل الجنحة الجنحة دي بيعاقب عليها بإيه؟ بأكتر من ثلاث شهور يبقى في الحالة دي القانون بيقول لي من حق أن أنا يتم القبض عليه من غير إيه؟ من غير ما طلع أمر بالأمر والقبض والإحضار أو من غير ما طلع أمر بإحضاره قد يكون بهذا الإجراء شخص عادي وقد يكون به أي رجل من رجال إيه؟ السلطة العامة طب دي رجال السلطة العامة بقى في الجنحة المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس أن هما يحضروا المتهم ويتم تسليمه إلى أقرب مأمور من مأمور الضبط القضائي عشان يتم إيه؟ عشان يتم استجوابه في منصب إليه أو في الشيء اللي إحنا لقنا إيه؟ متلبس به هذا الإجراء بقى التحفظي ليس إلا مجرد وسيلة عشان يتم منعه من إيه؟ من أنه هو يهرب اللي هو الفرار اللي هو فرار المتهم بالجريمة عشان يضمن تسليمه لمن يلحق في إيه؟ في القبض عليه يبقى أنا هنا مأمور الضبط القضائي وجدته في حال التلبس يبقى في الحالة دي من حق أن أنا أعمل عليه إجراء تحفظي يعني إجراء تحفظي؟ يعني بتحفظ عليه اللي هو بمنعه ليه؟ بمنعه إيه سبب إجراء التحفظي ده؟ بمنعه من إنه هو يكون يعني يحصل منه إيه؟ فرار إنه هو يهرب أو ما قدرش أقبض عليه مرة تانية ما قدرش ألاقيه مرة تانية ممكن يسافر ما قدرش أتوصل لعنوانه ما قدرش أحصل عليه يبقى أنا بعمل هنا إيه؟ إجراء التحفظي اللي هو القبض لو إيه؟ لو عمل جنحة العقوبة بتكون أكتر من إيه؟ ثلاث شهور زي ما اتفقنا طيب هنيجي بقى بعد كده لسلطة مأمور الضبط القضائي في التفتيش إيه اللي بيحصل في التفتيش؟ تعالوا الأول نعرفه هو يعني إيه تفتيش؟ أنا كمأمور الضبط القضائي ببحث عن الأدلة اللي بتفيد نسبة الجريمة التي وقعت لمرتكبها سواء كان محل التفتيش شخص المتهم أو مسكنه أنا كمأمور الضبط قضائي جات لي شكوى قال لي إن فيه البيت ده تسرق البيت ده حصل فيه جريمة قتل طب أنا كمأمور الضبط قضائي بعمل إيه؟ أنطق الفورا للمكان عشان أفتش يعني إيه بقى برضو تفتيش؟ التفتيش ده معناه إن أنا بفضل أدور على الأدلة بفضل أشوف إيه الحاجات اللي بتكون موجودة في المكان ده بتضل على إن الشخص ده هو اللي متهم أو لو أنا مش عارف المتهم إيه هي الحاجات أو الأدلة اللي بتعرفني مين هو المتهم؟ يبقى أنا كمأمور ضبط قضائي صلتشي في التفتيش إن أنا بنتقل لمكان الجريمة أي أن كان نوع الجريمة ببحث عن الأدلة اللي بتفيدني فإن أنا أقدر أوصل للمتهم أو اللي أقدر أزبط بيها إن الشخص ده هو بالفعل المتهم طيب أنا زي ما قلنا مرة اللي فاتت بستعين بمين؟ ممكن أجيب خبير خبير اللي هو إيه؟ خبير بصمات أنا دلوقتي كمأمور ضبط قضائي بفهم في البصمات؟ لا طبعا مش هفهم في البصمات طب هي البصمات دي هتفيدني في إيه؟ إن بضاهيها يعني بقارنها ببصمات المتهم أو بصمات الشخص اللي اشتكناه أو اللي إحنا قدمنا ضده شكوى وقلنا إنه هو متهم بالجريمة بقارن البصمات وبنعرى على مقارنة البصمات دي بقول إن الشخص ده هو فعلا المتهم ولا لأ هو كان موجود أصلا في مكان الجريمة ولا لأ؟ يبقى أنا كمأمور ضبط قضائي من حق إن أجيب معايا خبرة طب شارعي من حق إن أجيب معايا خبير بصمات من حق إن أجيب معايا خبير خطوط لو فيه مثلا أوراق أو فيه حاجات دلوقتي هنعرفها يبقى في الحالة دي أنا بجيب معايا شخص مسؤول أو شخص خبير في شيء معين عشان يساعدني في إيه؟ في عملية التفتيش وإن أنا أجمع الأدلة عن إيه؟ عن الجريمة إلا أنا رايح أفتش عنها طيب التفتيش دا بيكون زي ما قلنا لمن؟ قلنا للشخص نفسه المتهم أو أنا بروح أفتش بيت نهة يبقى أنا بفتش نهة نفسها اللي هي عملت الجريمة أو بفتش مين؟ بيت نهة Wade يبقى الحاجات دي لو موجودة في بيتي بتقول إن أنا اللي عملت الجريمة فيه سكينا أنا مخبياها السكينة ذي اللي هي أداة الجريمة يبقى لو أنا مخبيها في البيت هيوصلوا لها إزاي عن طريق مين تفتيش بيتي يبقى إما التفتيش الشخص نفسه اللي هو المتهم أو تفتيش منزله أو مكان سكنه أو ما سكنه طب التفتيش بقى بيعد أصلا عمل من أعمال التحقيق لا يعطى إلا للمحقق ولمن يندبه للقيام بي قلنا من شوية مين يا جهة التحقيق نيابة العامة طب نيابة العامة مش قلنا من شوية هي تقدر تنتدب حد عشان تقوله أنت مسؤول أو أنا بديك الحق أو بقولك أنا بأ بقولك اعمل لي حاجات معينة زي ما قلنا المين بتندب أحد رجال المأمور الضبط القضائي بتقوله أنا بنتدبك لإيه للتفتيش يبقى التفتيش هنا ممكن يكون دم أجراءات التحقيق بيتم بسلطة التحقيق نفسها أو عن طريق اللي هي بتنتدبه كسلطة إيه تحقيق يشترط أن يصدر أمر التفتيش من القاضي المختص أو من مين من النيابة العامة ولازم يكون الأمر القضائي مسبب ما هو أنا مش هطلع أمر بتفتيش نوها إلا إذا كان في سبب هنعرف دلوقتي إن هما بيجوا للبيت بيقولوني فيه أمر بتفتيش البيت بتاعك طيب إيه سببكو بقى أنتوا جايين تفتيشوا البيت ليه طيب إحنا جايين يفتيش كنتي طيب جايين تفتيشوني ليه لازم يكون في إيه سبب عشان يتم تفتيشي سواء أنا كمتهم أو سواء إيه ممكن يكون بيفتش محل بتاعي بيفتش عربيتي بيفتش أي شيء تاني معد إيه أي يجي أعتبر شيء من ملكي أنا ممكن أخبي فيه إيه إيه إداة الجريمة طيب تفتيش بقى الأشخاص إيه هي الحالات اللي أجاز فيها القانون لمأمور الضبط القضائي إن هو يفتش المتهم إمتى أنا كمأمور ضبط قضائي أفتشك أول حالة في الأحوال التي يجوز فيها القب قانونا على المتهم بيجوز طبعا لمأمور الضبط القضائي إن يفتشوا طيب أنا دلوقتي أبط عليك في حالة تربص أو أنا دلوقتي أبط عليك وانت عامل جريمة يبقى في الحالة دي إيه ما هو من حق إن أنا فتشك يبقى أنا كمأمور الضبط قضائي بعمل إيه بفتش المتهم لو تم القبض عليه إيه قانونا وزي ما اتفقنا نطلع قرار القبض إيه صحيح يبقى في الحالة دي القرار بقى أو اللي بيترتب على أمر القبض اللي هو إيه التفتيش هنا هيعتبر إجراء صح عشان إيه حتى فقنا إيه كل دي إجراءات ولو الإجراء الأول غلط هيبقى كل الإجراءات بطلة إنما هنا تم التفتيش بناء على قرار للقبض صحيح وقانونا وبناء عليه بمأمور الضبط القضائي بيعمل إيه بيفتش المتهم هنا بقى لو كانت الشخص ده أو المتهم ده أونسة هل ينفع إن يتم تفتيشها من مأمور الضبط القضائي لا هو بينتدب أونسة زيها وده إيه مراعاة للحرمات هنا القانون والديني اللي بيقولوا الكلام ده مراعاة للحرمات لازم يتم التفتيش عن طريق مين أونسة زيها لازم يكون التفتيش بمعرفة مين بمعرفة اللي بيتم ندبها من مأمور الضبط القضائي هنعرف دلوقتي إن لازم الأونسة دي يتم ذكر كل بيانتها اللي هي بتفتش الأونسة ليه؟ عشان إحنا ممكن في المحكمة نطلب إيه؟ شهادتها ممكن نطلب شهادة الأونسة دي اللي فتشت تيجي تقول أنا لقيت وأنا بفتش نوها لقيت مثلا معاها كانت مخبية سكينة نوها وهنا بفتشها كانت مخبية مواد مخدرة نوها وأنا بفتشها كان فيه مثلا إيه؟ موس كانت مخبية شمتتها فده يتفهم منه إن أنا كنت عملت الجريمة يبقى الأونسة يتم تفتشها عن طريق أونسة ولازم يتم ذكر كل بيانات أو هنعرف دلوقتي ليه؟ طيب من حق مأمور الضبط القضاء بقى تفتش المتهم إذا كان بالجريمة في حالة تلبس زي ما لسا أيلين أنا أبط على الشخص ده أو المتهم متلبس بالجريمة وهنا أصدرت نيابة العامة أمر بالقبض عليه بناء على طلب المأمور هنا مأمور الضبط القضاء طلع قرار أو بناء على قراره تم القبض على الشخص ده يبقى من حقي طالما هو في حالة تلبس يبقى لازم أفتشك إنت موجود في مكان الجريمة يبقى لازم أفتشك تمام؟ يبقى أنا موجود في مكان الجريمة يبقى لازم يتم تفتيشي طالما تم القبض إيه؟ علي التفتيش اللي بيجريه بقى مأمور الضبط القضاء بيعتبر من إجراءات الاستدلال التي تستهدف التحري عن الجريمة زي ما لسا أيلين الحالة التانية هنا يجوز لمأمور الضبط القضاء إن هو يفتش طبعا المتهم إنه لقى من حق إنه هو يفتشه إمتى إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم في قراء قوية ضد المتهم وأنا بفتش منزله كمأمور ضبط قضاء أو وأنا بفتش واحد موجود معاه في البيت أو أخفى شيء معين بيفيد في كشف الحقيقة هنا بيجوز لمأمور الضبط القضاء إنه هو إيه؟ يفتشه أنا وأنا بفتش الشخص أنا مش بفتش البيت أهو انا مأمور ضبط القضاء رايح الفتش الشخص لقيت شيء في البيت guy لقيت شيء في البيت الشيء ده بيقول لي ايه بيقول لي ان فعلا فيه شيء معين جوه البيت بيقول ان الشخص ده متهم او فيه شخص معاه معا اشياء بتقول ان الشخص ده ممكن يكون ايه متهم في الجريمة يبا في الحلقة دي من حق مأمره ضبط القضاء ايه ان هو يفتشه طيب احنا كده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة وعملنا مراجعة للدرسين اللي احنا خرناهم قبل كده برضو ان شاء الله لحلقة الجاية لما اتقي بكم على خير قبل ما نبتدي في الدرس الجديد هنعمل مراجعة بإذن الله سريعة في شكل سؤال وإجابة على الدروس اللي احنا خرناها من اول المنهج وزي ما اتفقنا نجدكم في اي وقت ان شاء الله او اي استفسار على موقع قناة مصر للتعليم الفني على اليوتيوب بتمنى لكم من كل قلبي النجاح والتوفيق وإلى اللقاء